يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا بدأ القارئ من سورة النساء ثم البقرة ثم آل عمران ثم استمر فهل يعتبر هذا ختمة؟ إذا قرأ القرآن كله هذه ختمة لكن كونه يبدأ من البقرة وينتهي بسورة الناس هذا أحسن لأن ترتيب السور مستحب أو واتب عند بعض العلماء لكن لو أنه قاله قدم بعض السور على الأمان